كما ينضم إلينا عبر الهاتف من مسقط الإعلام والكاتبة الصحفية الأستاذ علي المطاعني أهلا بك في نشرة الأخبار أستاذ علي يعني وسائل الإعلام في الكويت تحديدا وفي دول مجلس التعاون أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لا تستطيع أن تخفي حزنها على رحيل الأمير الشيخ نواف لكن بالمقابل هي تنظر إلى مستقبل ربما تنتظره دولة الكويت مع تولي سمو الشيخ مشعل الأحمد إمارة الدولة ما هو المستقبل الذي ترنو له الكويت وكيف تنظر أنت إلى ذلك شكرا لكم وشكرا لتلفزيون المملكة البحرين على هذه الاستضافة بالحقيقة يعني شيخ مشعل رجل قوي من الحرس الوطني والهيئة العسكرية ومنذ سبع وستين في قوات المسلحة وطبعا الأمير متطلع على الحال أو الأحوال الوطني في دولة الكويت ومنطقة بحكم عمله بحكم من بيت العائلة في الكويت وهذا يعني مؤشر قوي لأن الأمور في الكويت ستستمر على ما هي عليه خلفه الشيخ نواف والشيخ صباح في تباع سياسات استيعابية للشأن المحلي الداخلي وكذلك يعني العلاقات الكويت مع دول المنطقة ودول العالم وبحكم أن الأمير مشعل تولى طفيض من الشيخ الوارف في خلال الفترة الماضية خاصة من عام 2021 وأصبح باعتباره الحاكم الفعلي لدولة الكويت يعني عمل كثير على تسويت الأمور الداخلية خاصة بين الحكومة والبرلمان وأيضا له دور كبير في العفاءات عن بعض السياسيين أو السجراء السياسيين وأيضا يعني حل إشكالية التقنيس اللي تعاني منها الكويت من فترة طويلة فالأمير مشعل بحقيقة هو أيضا يعني شقيق لثلاثة حكام وطبعا بحكم جوار بالأمور السابقين وحكم أنه من بيت العائلة من الكويت فالعملية المستقبل الكويت إن شاء الله يعني ماضية على ما هي عليه سابقا ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل والله يقدروا على استمرار في نفس الوهي اللي تستمر في الكويت حكومة وشعبا في العمل سواء على ازدهار الشعب الكويتي أو على مساندة الأشقاء في دول المجرس تعاون في المرحلة القادمة وأيضا في البيت العربي في ترميم العلاقات العربية بما يصلح الحال إن شاء الله إن شاء الله نعم شكرا جزيلا لك من مسقطة الإعلامي والكتبة الصحفي الأستاذ علي المطعني اشتركوا في القناة